عايزين نخش على طول على الشغل الشاغل طبعاً لكل الجماعير المصرية كنا بنتابع طبعاً دوري الأبطال قبل ما نخش في تفاصيل دوري الأبطال والمجموعات والفرق وانت بتتفرج على المتش وشفت صلاح بينزل تقريباً في الدياعة سبعين وبيعمل هاتريك وبيكسل رقم وريكورد اعتقد صعب جداً اي لعب في العالم ممكن حقاق قريب على المستوى يعني قريب كان احساسك ايه وانت بتتفرج على ده وانجاز كبير اللي نجميلها الكبير محمد صلاح طبعاً محمد صلاح يفضل بكمته محمد صلاح انجاز كبير جداً ولكن للمانا كابتناني معظم الناس ومعظم المصريين توقعوا بنزول محمد صلاح المستوى مش هيكون اللي هو يعني محمد صلاح دايماً ما تعودنا عليه انه هو اللي بيبدأ اللقاءات بيبدأ دايماً مركز انه هو يقعد على الدكة لحد ديها 68 او تقريباً زي ما حدتك قلت 70 لا يعني فترة طويلة جداً ينزل حق انجاز اللي نفسه يكتب ارقام في التاريخ محمد صلاح تقريباً دلوقتي كل ما يحرز اهداف تشامبينس ليج او حتى في البريمير ليج بتسجل ارقام كياسية جديدة في التاريخ انجاز عظيم كلنا كنا سعاداء جداً مبسطين جداً بالهاتريك يعني اسرع هاتريك في تاريخ البطولة حاجة مشرفة رائعة جداً يعني سبق يعني اسماء كبيرة جداً حدتك قلت في الانترو ليفا وحتى رونالدو ولكن كان في 11 دقيقة نتكلم في 6 دقايق و12 ثانية ده يعني انجاز تاريخي 3 اهداف وراء بعض بداية لما نزوله من 68 يعني 70 اخر 20 دقيقة محمد صلاح نزل مركز اثبت للجميع لا حتى لو انا قاعد دكة هنزل عارف هعمل ايه عودة قوية جداً اعتقد دي دفع قوية جداً للمباراة القادمة امام المان سيتي كنا بنقول دي بداية العودة لمحمد صلاح وطبعاً لليفربول فوز كبير جداً دفع معنوية كبيرة جداً اعتقد بالبوزيشن الجديد والتوظيف الصح لمحمد صلاح مبارح مع طبعاً الانعكاس القوي جداً لنونز والشاهية بدأت انفتح هنتكلم ونفصل المباراة تفصيل يعني فني بشكل كبير محمد لكن زي ما بنقول دي كان مهم جداً على مستوى السقرة محمد صلاح بيعود سقة لنفسه تاني بشكل كبير جداً يبقى يمكن تعديل شوية في نواحي الفنية لليفربول عشان نشوف امكانيات الحقيقة للمحمد صلاح بشكل كبير جداً محمد صلاح نموذج يعني مشرف جداً لكل عربي وكل مصري وإحنا فخورين بما يقدمه محمد صلاح وزي يمكن قلت يعني أصعب الفترات لليفربول ومحمد صلاح كنا دايماً بنقول صلاح راجع صلاح راجع وبإذن الله تكون الهاتريك التاريخي ليه انبارح تكون إن شاء الله بداية العودة جيدة جداً لمحمد صلاح وليفربول يعني بجد شيء يدعو للفخر وشيء يدعو يعني للأمل كمان في الفترة اللي جاية لمحمد صلاح لإن التحديات كبيرة جداً جداً سدوني التحديات بتبقى قوية جداً والناس ما بتحسهاش اللعيب المحترف في الستيج بتاع محمد صلاح بيكون الضغوط كبيرة جداً عليها سواء حتى على المستوى الإعلامي هناك يعني الإنجليز ما بيرحموش سواء لو لعبت ماتش حتى هيرفعوك السماء لعبت ماتشين مش كويس هينزلوا بيك الأرض تحديات قوية جداً على مستوى على مستوى الميديا على مستوى الجماهير على المستوى الفني واللي بيمر بيه لبربول ولكن لازال محمد صلاح بيحق أرقام قياسية كبيرة جداً جداً في الدور الإنجليزي وعلى مستوى بطولة كبيرة زي دور الأبطالي طبعاً وضع نفسه مبدئياً مع هدفين البطولة لحد دلوقتي مع ليفا وهالند بخمس أهداف أصبح واحد من الهدفين البطولة في دور المجموعات حتى الآن وضع نفسه طبعاً بأفضل هدف لنادي إنجليزي بـ 38 هدف وضع نفسه بأفضل هدف أفريكي بـ 45 هدف أرقام قياسية ممكن ديت لسه عليها شوية جدل الأرقام بالنسبة على مستوى اللعيب الأفريكي لسه شوية ما تأكدناش منها لكن ترجمة نانسي قنقر